هنروح لبرضو احد الاخبار المهمة على الساحة وهي تصفيات كأس العالم لكرة السلة واللي هتقام في صالة الشطبي في اسكندرية صالة الاتحاد السكندر بتصطديف النافذة الاخيرة او الويندو الاخير في تصفيات كأس العالم روي رانا المدير الفني في الصورة والمنتخب او قوام المنتخب جنب حضران جنب صورته فريق او ستة من نادي القلب ينضموا للمنتخب ومستمرين معاه في التدريبات سيف سمير اهاب امين عمر الجند عمر طارق احمد اسماعيل وكريم حاتم المفاجأة الكبيرة بانضمام كريم حاتم والحقيقة موقف منتخب مصر احنا قولنا قبل كده موقف جيد يكفينا الفوز في مباراة واحدة للتأهل طب هنلعب مين هنلعب تونس الكاميرون جنوب السودان جنوب السودان صعب نكسبها جنوب السودان الحقيقة يعني الفرقة تقيلة وكسبتنا المطش اللي فات او الويندو اللي فاتت وفرقة تقيلة مخسرتش ولا مباراة حتى الان تونس جاية وهي بعيدة اه هي بقى وراج بنقطة ولكن صعب او ان هي تخش في المنافسة بس هي تبقى تونس اسم كبير فمباراتها مش هتبقى سهل هي المباراة اللي يمكن تبقى سهلة نسبيا وهي اولى مباراةنا على ما تذكر ولا تاني مباراةنا هتبقى مع الكاميرون الكاميرون بعيد خالص فقدت املها تماما في التأهل لكأس العالم فهي بتشارك بس في هذه النفذة مجرد من اجل المشاركة فاتصور ان شاء الله المباراة تكون مع الكاميرون اه هيكون فيها ندية ولكن ان شاء الله تبقى محسومة لمصر وبعد الفوز بالكاميرون بنسبة 99% هنفوز طب من اللي بنافسنا السنغال السنغال كانت معنا في الويندو الاولى او النافذة الاولى والتانية وبتلعب نفس الفرق اللي احنا باللعبها يعني السنغال احنا مش هلعبها في الويندو دي السنغال هتلعب تونس والكاميرون وجنوب السودان زينا بالظبط ولكن السنغال متأخر عنك بنقطة طب هتقول يا كابتن ما ممكن يتعادل هم يكسبوا تلات مباريات واحنا بخاصة ان السنغال كسبت جنوب السودان انا اسف جنوب السودان خسرت ماتش السنغال كسبت جنوب السودان الويندو اللي فات فممكن نتعادل هنتعادل هيلجأوا للمواجهات المباشرة اللي كانت معنا في الويندو الأولى والتاني احنا هنا في مصر كسبنا السنغال فيه مفاجأة لأحيئة حاجة وعشرين نقطة لما رحنا أو لما ده كان بعد ما جينا من دكار دكار لما لعبنا السنغال هنا خسرنا بسكت خسرنا بسكت فقط ففرق الاسكورليك فأنت هتخش تاني أول وتاني من المجموعة جنوب السودان حسم التأهل خلاص أول وتاني هيخش أول وتاني ما هتبقى بيننا التاني ما بيننا احنا ومين احنا والسنغال بس احنا حتى لو تعدلنا مع السنغال نخش تاني والمجموعة التانية هيتاخد منها أول وتاني وهياخدوا أحسن ثالث من الاتنين فرضا يعني خسرنا الثلاث ماتشات وارد جدا هناخد ثالث هنبقى أحسن ثالث من المجموعتين يعني منتخب مصر بنسبة 99% متأهل لكأس العالم ولكن مش هي دي النقطة النقطة المهمة أن احنا عايزين مشاركتنا في كأس العالم القادمة لا تكون مجرد المشاركة فقط محتاجين ان احنا نعد بخطوة في كأس العالم ليه لا ان شاء الله نكسب جيم في المباراة في الدور التمهيدي حسن ترتبنا على مستوى العالم وبناءنا عليه ترتبنا هتقدم بشكل كبير في تصنيف العالم لازم نشتغل على ده ويكون عندنا الأمال دي وانا متأكد ان روي راون المدير الفني في حالة أهل الكأس العالم ده يبقى طموحه لان هو مدرب فاس بكأس العالم لفريق 17 سنة في كندا لما كان مقام في مصر في 2017 فهو مدرب ليه طموحه الفوس بكأس العالم هو كان ده طبيعي عنده فأكيد لما يشارك مع منتخب مصر مش هيقبل أبدا ان يبقى الأداء مجرد مشارك فقط وتصور انه يبقى فيه بلان كويسة ودعم جيد من اتحاد السلة خاصة ان ميزانية اتحاد السلة بوم تمام حديد عندهم ما شاء الله يعني فلوس كويسة وعندهم يعني رعاية جيدة لا يقدروا يقدروا يعملوا برنامج جيد للمنتخب اشتركوا في القناة